موسيقى ما هي الأزمنة التي يجب أن ندرسها أولاً وما هي التي أكثر ضرورة برسيوم أيضاً سيكون مهم لأنه سيقدر أرجيكم مثل خارطة أو مثل صورة كاملة للأزمنة حتى نستطيع أن نرتب الأزمنة بدماغنا ونستطيع أن ندرسها بشكل صحيح لكن قبل أن نبدأ بفهم الأفعال والأزمنة يجب أن نسألها سؤال مهم ما هو الفعل الفعل هو بكل بساطة عبارة عن كلمة التي تصف حدث ما والفعل باللغة الإنجليزية ينتمي أو يمكن تحويله لثلاث أزمنة مختلفة إذن في كل أزمنة مختلفة فينا نحول الفعل إليها مجموعة الأزمنة الأولى نسميها الأزمنة الماضية المجموعة الأزمنة الثانية تسمى الأزمنة الحالية أو كمان نعرفها بالمضارع أو الحاضر المجموعة الثالثة تسمى الأزمنة المستقبلية الـ وكل مجموعة زمنية من هدول الثلاثة لديها قواعد وحالات معينة لإستخدامها ونحن نشوفها بهذا الدرس وفي دروس قادمة ولكن في شيء مهم جدا في فهم الأفعال والأزمنة وهو أنه من المهم فهم الصورة الكاملة أولا قبل التعمق بالتفاصيل يعني نحن لازم نقدر نفهم جميع الأزمنة بمكان واحد قبل ما نتعمق بكل زمان ونحاول نتعلم بشكل عشوائي الماضي البسيط المستقبل البسيط الماضي التام هذا كله فينا نتعلمه بعدين بس نحن لازم بالأول نفهم الصورة الكاملة لجميع الأزمنة وهي كالتالي الصورة التالية أو المخطة التالية هو يعتبر مفتاح فهم الأفعال الأزمنة وأسهل طريقة لفهمهم وهو كالتالي نحن اتفقنا أنه عنا ثلاث مجموعات للأزمنة باللغة الإنجليزية أول مجموعة هي مجموعة الأزمنة الماضية مجموعة الأزمنة الحالية مجموعة الأزمنة المستقبلية اللي لازم نعرفه هو أنه مجموعة الأزمنة الماضية هي بتتكون من دورها بكل بساطة من أربع حالات أزمنة تختص بالماضي مجموعة الأزمنة الحالية أو المضارعة بتختص بدورها أيضا من أربعة حالات أو أزمنة بتختص بالمضارع أو بالحاضر مجموعة الأزمنة المستقبلية كمان بتختص من دورها بأربعة حالات أو أزمنة مختصة بالمستقبل إذن لحنا مجموعة باللغة الإنجليزية عنا 12 زمن مختلف بس أربعة من هدول 12 زمن مختصين بالماضي الأربعة الثانيين مختصين بالمضارع أو بالحاضر وآخر أربعة مختصين بالمستقبل فإذن لحنا صح عنا 12 زمن بس كل أربعة لحيكونوا مختصين بزمن معين سواء ماضي أو حاضر أو مستقبل إذن يوجد باللغة الإنجليزية 12 زمن مختلف وكل زمن لديه قواعد وحالات معينة لإستخدامه على قناتي English with Khaled أو الإنجليزية مع Khaled على اليوتيوب لح تلاقوا درس مختص بكل زمن من هدول 12 زمن بيعلمكم كيف نستخدمه قواعديا مع أمثلة بس أنا اليوم أني مهتم ورجيكم قواعد كتير أنا بس مهتم ورجيكم وفهمكم الأفعال والأزمنة بشكل عام إذا منطلع على السطر الأول هون لح نشوف شيء اسمه الأزمنة البسيطة وهي عنوان درسنا اليوم الأزمنة البسيطة هي تعتبر أبسط أنواع الأزمنة الموجودة باللغة الإنجليزية وكل زمن موجود باللغة الإنجليزية سواء ماضي أو حاضر أو مستقبل لديه زمن بسيط إذا منطلع على الأزمنة الماضية منلاقي أنه في زمن اسمه الماضي البسيط simple past وإذا منطلع على الأزمنة الحاضرة فمنلاقي شيء اسمه الحاضر البسيط simple present وإذا منطلع على الأزمنة المستقبلية منلاقي أنه في زمن اسمه المستقبل البسيط أو simple future فإذن يلي أنا مهتم إني أقول لكم أنه لحنا عنا أربع أنواع للأفعال أو الأزمنة باللغة الإنجليزية يلي هي الأزمنة البسيطة سواء ماضي بسيط أو حاضر بسيط أو مستقبل بسيط أو الأنواع الثانية يلي هي تسمى التامة مثل الماضي التام الحاضر التام والمستقبل التام أو المجموعة الثالثة يلي هي تسمى المستمرة الماضي المستمر الحاضر المستمر والمستقبل المستمر والمجموعة الأخيرة يلي هي تسمى التامة والمستمرة يلي لحنا عنا الماضي التام المستمر الحاضر التام المستمر والمستقبل التام المستمر إذن لحنا مفتاح اللغة باللغة الإنجليزية هي حتى نفهم أنه لحنا لازم ندرس سطر سطر لحنا لازم نفهم الأزمنة البسيطة ومن بعدين لما نعرف نستخدمهم ننتقل للأزمنة التامة لما نخلص الأزمنة التامة ننتقل على نوع الأزمنة التالتة ومن ثم الرابعة واللي أنا مهتم اليوم ورجيكم يا هو أنواع أزمنة تسمى بالأزمنة البسيطة واللي هي تعتبر أول سطر وما لحور جيكم كيف هنبي ينبنوا قواعدين بس لحور جيكم أمثلة وكيف نستخدمهم بحالات معينة وأول أنواع الأزمنة اللي أنا حبيب درسكم إياها اليوم اسمها الماضي البسيط أو simple past والطريقة اللي بتدرس فيها الأزمنة هي كالتالي نحنا شايفين هون قدامنا خط زمني أو timeline timeline أو الخط الزمني هو مجرد عبارة عن خط زمني بيمتد من past لل future من الماضي للمستقبل وبالمنتصف تمام عنا خط زمني نازق عنا سهم نازل بالمنتصف اسمه present يعني المضارع فكل شي على يسار اللي present كل شي على يسار المضارع هو يعتبر ماضي وكل شي على يمين اللي present أو المضارع هو يعتبر شيء حدث بالمستقبل وأنا لم أبدي أرمز للأزمنة المختلفة أنا بس مجرد لحط الأزمنة سواء على اليسار بالمنتصف أو على اليمين الماضي البسيط ما هو تعريف ماضي البسيط الماضي البسيط بكل بساطة هو عبارة عن شيء حدث بالماضي وانتهى بالماضي عند نقطة معينة إذن شيء حدث بالماضي وانتهى بالماضي عند نقطة معينة وهذا الشيء منشوفه على الخط الزمني أو على التايم لاين بمجرد وضع نقطة على يسار المضارع إذن هو شيء حدث بالماضي شيء حدث بالماضي وانتهى بالماضي أنا ما أني مهتم كيف أرجيكم اليوم كيف حولنا الفعل للماضي هذا الشيء اللي حعمله بدارس مستقل مختص بالسيمبل باس بالماضي البسيط بس أنا اليوم حابي برجيكم الفرق بين الأزمة البسيطة فإذن زي منتطلع لحنا على أول مثال اللي هو I cooked lunch I cooked lunch يعني أنا طبخت والغداء أنا طبخت والغداء يعني هذا فعل cooked طبخت وهو بيرمز بكل بساطة على فعل طبخ حدث بالماضي وانتهى بالماضي إذن فعل cooked طبخه هو مجرد نقطة على الخط الزمني حدثت بالماضي وانتهت بالماضي إذن النقطة ما وصلت للمضارع أو ما وصلت للمستقبل فهي تعتبر ماضي بسيط المثال الثاني هو هي استمعت إلى الموسيقى هي استمعت إلى الموسيقى هذا فعل استمعت يدل على شيء حدث بالماضي وانتهى بالماضي فإذن she listened to music هي مجرد شيء حدث بالماضي وانتهى قبل وصوله إلى الحاضر وهذا كان أول نوع الأزمنة اللي يسمى الماضي البسيط تاني نوع أزمنة بسيطة يسمى بالحاضر البسيط أو simple present الطريقة اللي منمثل الحاضر البسيط على الخط الزمني هي كالتالي نحن نضع نقطة على جميع الأزمنة الموجودة بالخط الزمني الحاضر البسيط هو فينا نشبهه بشيء دائم الحدوث شيء صحيح في كل الأزمنة شيء يحدث دائما بالماضي شيء يحدث دائما بالمضارع وشيء سوف يستمر بالحدوث بالمستقبل مثال باللغة العربية هو مثل أنه المطر تغطل في الشتاء المطر تغطل في الشتاء هذا شيء يحدث بالماضي كمان شيء يحدث بالمضارع وشيء سوف يستمر للحدوث بالمستقبل إذن الحاضر البسيط لا يدل على شيء مجرد أنه يحدث هلأ بالحاضر هو ما عم يدل على أنه المطر عم تغطل هلأ الحاضر البسيط فقط بيدل أنه هذا الشيء أو هذا الحدث هو صحيح لكل الأزمنة هو هذا الشيء يحدث بكل الأزمنة هو صحيح دائما أول مثال هو أنا أطبخ الغداء هذا الشيء لا يعني أنه أنا هلأ واقف عم أطبخ الغداء هذا الشيء يعني أنه أنا كنت أطبخ الغداء أنا هلأ ممكن أطبخ الغداء ممكن هلأ قوم أطبخ الغداء وهو شيء بيدل أنه أنا ممكن بالمستقبل لحضل أطبخ الغداء المثال الثاني هي تستمع إلى الموسيقى هذا الشيء يعني أنه هي بالعادة تستمع إلى الموسيقى هي بالعادة تحب تستمع إلى الموسيقى وهي لح تفكر و تضل تستمع إلى الموسيقى فإذاً هي بالماضي كانت تستمع إلى الموسيقى وهي بالحاضر تستمع إلى الموسيقى وبالمستقبل لح ضل تستمع إلى الموسيقى فهذا هو الحاضر البسيط وآخر أنواع الأزمنة البسيطة يسمى بالSimple Future أو المستقبل البسيط المستقبل البسيط هو يرمزه على الخط الزمني بوضع نقطة على يمين المضارع أو على يمين الPresent إذن هو شيء يحدث بالمستقبل شيء يحدث بالFuture وهو من أسهل أنواع الأزمنة لأنه ما بده تحويل وبنفس الوقت استخدامه كثير سهل مثل ما حنشوف بالدرس المستقل المختص بالمستقبل البسيط المثال الأول I will cook lunch I will cook lunch يعني أنا سوف أطبخ الغداء will يعني هي سوف cook أطبخ I will cook lunch أنا سوف أطبخ الغداء هو شيء يحضر بالمستقبل لحي يستمر أو ما لحي يستمر لحنا ما بهمنا هو بس شيء ممكن يصير بالمستقبل المثال الثاني she is going to listen to music هي سوف تستمع إلى الموسيقى فis going to هي مثل will يعني سوف بس إلى استخدامات مختلفة اللي حنشوفها بالدرس بالمستقبل will listen يعني يستمع فإذن هي سوف تستمع إلى الموسيقى هو شيء سوف يحدث بالمستقبل إذن للترخيص اللي احنا عنا باللغة الإنجليزية ثلاث مجموعات مختلفة بتعبر عن أزمن مختلفة المجموعة الأولى تسمى الأزمن الماضية past tenses المجموعة الثانية بتسمى بالأزمن الحالية أو المضارعة present tenses والمجموعة الأخيرة الأزمن المستقبلية future tenses وأبسط أنواع الأزمنة هي تسمى بالأزمنة البسيطة اللي احنا شفناها أول سطر كانت الأزمنة البسيطة مثال عنا هي الماضي البسيط simple past الماضي البسيط هو مجرد جزء من مجموعة الأزمنة الماضية هو شيء حدث بالماضي وانتهى بالماضي عند نقطة معينة I cooked lunch أنا طبقت الغداء شيء صار بالماضي وانتهى بالماضي الحاضر البسيط أو simple present هو مثل الماضي البسيط بس هو جزء من الحاضر هو عبارة عن شيء دائم الحدوث شيء صحيح في كل الأزمنة شيء يحدث بالماضي بالمضارع وبالمستقبل مثال باللغة العربية المطر تهتل بالشتاء المطر دائما تهتل بالشتاء سواء من خمسين سنة أو هلأ أو بعد خمسين سنة دائما تهتل المطر بالشتاء الحاضر البسيط ما بدل على شيء عم يحدث الآن ولكن على شيء يحدث دائما I cook lunch أنا أطبخ الغداء هذا هي الجملة تعني أنه أنا بالعادة أنا اللي بطبخ الغداء بالبيت أنا اللي بطبخ الغداء سواء من أسبوع أو بكرة أو بعد سنة أنا اللي أكون عم بطبخ الغداء آخر أنواع الأزمن البسيطة تسمى المستقبل البسيط simple future وهو مجرد زمن من الأزمن الأزمنة المستقبلية وهو شيء حدث سوف يحدث بالمستقبل I will cook lunch أنا سوف أطبخ الغداء فهو شيء لاح يحدث بالمستقبل ممكن ينتهي أو ممكن لا لحنا ما بهمنا بس أنه هو شيء بالمستقبل إذن لتمدي راسه اليوم هو الأزمنة البسيطة والأزمنة البسيطة هي تعتبر أول سطر بخارطة الأزمنة باللغة الإنجليزية مثل ما نحن شايفين هون الأزمنة البسيطة هي تعتبر أهم أنواع الأزمنة فلازم نركز عليها كتير فعلى قناتي على English with Khaled على اليوتيوب أو الإنجليزية مع Khaled لح تلاهو أنه في درس مختص بالماضي البسيط درس مختص بالحاضر البسيط ودرس مختص بالمستقبل البسيط ونشوف لحنا كيف فينا نحول الفعل للأزمنة المختلفة وطبعاً لح تشوفوا في دروس مختصة بالأزمنة الأخرى هذا كان دهس اليوم بتمنى أنه يكون استفدتوا كتير وبتقل لكم وحز موظف